السلام عليكم. سمعيني يا شباب. المحاضرة بتتسجل وانتوا عارفين انها بتبقى متاحة مباشرة بعد المحاضرة. زي ما هي بعبلها. يعني بدون اديتنج. انا بفضل طبعا ان انت تتفرج عليها معمول لها اديتنج. عشان في حاجات كتير في الاول كده. الصوت واضح مش عايف كل ده تضيع وقت. بالنسبة لكم بعد كده ما بتيجوا تتفرجوا على الفيديو. فانا بفضل ان انا بعمل لها اديتنج وبرفعها لكم مرة تانية على او الكورس سايت. يعني انا بخطها على اليوتيوب وبديك اللينك بتاعها على الكورس سايت. وبقى اه توفر لك الوقت. يعني بدل ما هي المحاضرة انا قلتها في ساعة ونص ممكن احيانا بتوصل لساعة وعشرة دايق ساعة بكتير قوي. اللي هو الخلاصة من المحاضرة بدل تضيع الوقت اللي احنا ايه. لغاية الوقت يعملين وضيعه بس طبعا بتوقع حاجات مهمة. لكن ما تحبش انت طبعا تسمعها تاني. اه صفحة النت عندي. اه وطبعا لما اقول انا مش هير كزا وانت ما شفتش كزا. واعمل احكي في حاجات في مواضيع الشاشة وانت بتقول لي انا مش شايفها يبقى في حاجة غضب. مش ايه? ادي البراوزر بتاعي. الجوجل الكروم. وعشان اخش على الموقع ازا ما انتم عارفين. وانا في الجزء ده مش مش هكلم في كتير لان انتم عندكم خلفية. مواظمكم مش عايز اقول مية في المية عنده خلفية ازاي بتعامل مع الكرصة كويس. فاللي عنده مشاكل اه ومش عارف يتعامل معايا ولسه مش ما دخلش على السجل نفسه. اه العدد اللي سجله دلوقتي اعتقد مية حاجة وتلاتين. اه ممكن ما يكونش كلكم. ممكن يكون دول الفريش. اه وممكن تكونوا كلكم. فالحق نفسك وسجل فيه. اه علشان المادة العلمية موجودة فيه. علشان هيبقى مرفوع عليه. عشان انت زي ما انت عارف درجاتك هتعرفها منه كل حاجة كل حاجة. فيه اه من خلالها تتفاعل معايا على الكورس سايتس يعني زي ما اقولت لكم. كمانا هو تخلط ما بين او تتلخبط ما بين المايكروسوفت تيمس اللي هو هنخصصه بس للميتينجز ولو فيه اعلانات. اه واحيانا للشات والكلام ده كله. اه والكورس سايتس اللي فيه المادة العلمية اللي انا بخش عليه من خلال ان انا اكتب كلمة كورس سايتس. انا مجرد كتب تسيل انك كتبتها بلك كده فاجاب لي كورس سايتس. اه اللي مش مسجل لازم. اللي مش مسجل السنة اللي فاتت. اللي مالوش اكاونت خالص. ودي اه اتبقى صعبة شوية واستحالة. يعمل ويسجل نفسه. ماشي? وبعد كده يطلب من اه عمر تامر. اه ان هو يبعت له بتاعة الكورس عشان الكورس يضاف له. اه لو مسجل خش على طول ساين ان. اعمل ساين ان. بتعمل ساين ان زي ما انتم عارفين من السنة اللي فاتت بي. اليوزر اتمنى ان انا كنت لسه داخل من شوية فم بعاليش اه هو اليوزر. انا اعرف ان انا كنت شوية من هنا. اه بتغير بياناتك. من فضلك اسمك على الكورس سايتس يكون اه كامل. يعني رباعي. رباعي. ما شوفوش مسلا اه اسمين كده او حاجة مختصرة او اه انا عايز اعرفك. اه نقطة تانية. اه نقطة تانية اه اللي هي اه 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 لو انت انسيت الباسورد برضو فيه امكان ايه اولا ما نسيت هايش وعايز تغيرها. من وقت اللي التانية ممكن تغيرها من هنا. اه ما نسيتها في وانت بتعمل عندك امكانين انت تغير الباسورد. تقول له انا نسيت الباسورد. اوكي? واتفعالها من جديد. فبيبعت لك لينك على الايميل. ويعني الشغلان دي اعتقد انتو اه عرفتوها بل كده. اه بتخش على الكورسز هنا. اه نسيت اقول لكم. اه هنا يفضل صورتك طبعا موجودة. اه من فضلكم. اه طبعا هو اختياري. يعني ان بعض بنات تقول لك لا انا مش عايز احطي صورتي. بقى كل الناس دلوقتي حاطين سواء على الفيسبوك. يعني جات على على الكورس فبتخش هنا كده وتغير ايه او تحط الصورة. اه في البروفايل بتاعك. يفضل. انا عارفك شكلا اه خلاف ان انا اسمه كذا. مجرد اسم او رقم عندي كورسز. اه انت عندك فقط. ماشي. ولسه برضو عندك بس مش عارف تخش عليه. موجود عندك بس مش هتقدر تخش انا نعمل له خلاص. في اي وقت يا شباب اللي عنده اي سؤال بس ارفع ايديك وانا توقف ايه 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 سألني? ولو شايف ان انا سريع شوية في الشرح بتاعي. قولي ابطأ. انا ما عنديش مشكلة خالص. ان انا انا امشي بريد بتاعتك. بس انا مش عايز برضو بطأ لدرجة امومية. اه دي الهوم بيج بتاعت الكورس. اه اللي عنده بانر او لوجو خلاف ده. وشايف انه هيكون اكثر مناسب مناسب اكتر للبروداكشن منجمينت كورس. ده ده الكود بتاع الكورس. اه يبعته لي. اه في صورة اه صورة مسلا او كده. او انا هشوف كده ممكن نرفعه. الهوم بيج بيبقى فيها حاجات كثيرة قوي بتنبهك لهو ايه المطلوب. اه في الفترة اللي جاية تدو. اه واتس ديو الفترة اللي جاية. اه اعلانات. لو في اعلانات اه موعد المحاضر قولي انا نزلت لك واعلان فيك. وجاء لك ايميل على الاكاونت بتاعك. اه هنا دي الهوم بيج. واتس نيو. هنا بيقول لك على ايه الجديد في في الصفحة. وانا بنصحك ان انت مرتين او ثلاث مرات تعمل تشيك على الموقع. ما تعودش اسبوع كامل وتقول اه هو الدكتور نزل كزا وتبدأ تسألني هو هو حضرت نزلت كزا طب هو معاد واجب ايه كزا امتى? كل حاجة موجودة على الموقع ما تسألنيش الاسئلة دي. مش بس انت مكسل ان انت تخش تشوف ايه. وايه المطلوب. الحاجة اللي كانت مطلوبة منك وانت مقدمتهاش. او اه معلومات عن عني وعن اه بعد كده الخاصة بيه وبالبشموندس احمد اسماعيل اعتقد ان هو هنغيره لان كان هو كان بشموندس احمد اسماعيل كان معي في الكورس. بدلوقتي بقى بشموندس محمد مجدي السلومة. ماشي محمد مجدي السلومة هو المعيد وليس احمد اسماعيل عبدالله. اه دي البيانات بتاعتي. بيانات التواصل بتاعتي. الايميل بتاعي ده شغال. بس انا هحط الايميل بتاع الجامعة الجديد. الاوفيس اوارس عايزين برضو زي ما قلتلكم قبل ما نخلص النهاردة. هنخلص الساعة كان. هنخلص الساعة احداشر ونص. قبل ما نخلص من فضلكم بتقولولي ساعة في الاسبوع اه مناسبة لمعظم الناس. ان احنا نتقابل فيها. اوان انا هكون متاح. هو مش هيبه فيها حضور. لكن المخاضرة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي فيها حضور. يعني انا بسجل باخد قايمة لسه كده بالايه? بالحضور بتاعك. واجيت الساعة كاية متأخرت امتى? وحضرت اعدي من المحاضرة تيجي خمس دقيقة وتخشيلي كده. ما مامشي من المحاضرة وسجلت اسمك يوبا انت كده حضرت. خد بالك من النقطة دي. ماشي? خليك معي. وانتو متعودين مني ان انا يعني المحاضرة عشر بعشر. عشر وخمسة لا. خمسة دي يعني انت جاي متاخ. اه خلاص ده بالنسبة للكونتاكت. طبعا انا برجع منين? زي بالزبط البراء. اه بخش هنا كده ارجع الكورس. ممكن اخش انفو انفو تاني. اهو. اه السي جي بتاعتي لو انت مكنت شفتها في الاو ار اعتقد دي نفسها. اه دي الكالندر وهعملها ابديت. اللي انها قديمة. اه لو في مواعيد اه هتعرف بس المواعيد بتاعتي. اه بتخش بعد كده على الكورس انفو. والحاجات ممكن تكون بتستعملها واحدة. بتستعملها ايه? بتستعملها مرة واحدة. اه ده الكورس انفورميشن. اه كورس ايثيكال ستاندرز. ان انا بطلب منك ان انت ما بيبقاش فيه غشة او. اه انت يبقى كل حاجة مجهودك وسلوكك يبقى اخلاقي. ولو في اي حاجة اه شفته دي مش فتنة. لو شفته حد مسلا بي بي بيغيش بينقل مش عارف ايه. عنده مصدر للحلول الشتات و وين بيستخدمها بلغوني. اه لو في اي انت لاحظته. اه انت متوفقش عليه. ما تقولش انا كده هأزي زميلي. لأ انصحوا. انصحوا. كده غلط. اه انا افضل ان انت تعمل محاولاتك ويبقى فيها اخطاء وفي بعض المسائل مش محلولة. لأ عن ان انت تجيب لي كل شيء محلول استنبا. اه من اي مصدر. لأ. حتى لو معاك مصدر ومعاك الحل من فضلك. حل باسلوبك انت. ماشي? شوك الحل خلاص ابدأ حلها انت باسلوبك. ماشي? مش مش بتنقل. ما تنقلش. واللي بينقل ينقل بحرفانة بالزكاء. مش مش بالنص. ماشي? ما بنعرفش ان نغش على فكرة. ما بنعرفش ان ينقل. ايه الدرجات متوزعة ازاي? درجات المقترض من ميتين كلها. اوكي? الامتحان النهائي من مية واربعين. اه. الاعمال السنة تلاتين وتلاتين. الترمي الاولين تلاتين الترمي التاني تلاتين. يعني فيه واجبات هتنزل لك في الترمي الاولين عليها عشر درجات. انا باخد طبعا المتوسط. يعني انزل لك مثلا تلات اربع واجبات او 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 على الشابات المختلفة اللي احنا بناخدها. باخد بتاعهم من عشر. يعني انا بديك بوفر لك مجموعة من المسائل تحلها باستخدام الصوفت وير. وبعرض لك بعض الصوفت وير او اي صوفت وير انت تعرف. يعني بتحل بعض المسائل باستخدام اه كمبيوتر مش مجرد بس ان انت تحلها زي محلاتها كده بيديك باليد او باستخدام الكالكوليتور والكلام ده. لا. باستخدام كمان ايه? انا هاعرض عليك فيها ايه? فيها التكنيكس او الموديلس اللي احنا ايه? اللي احنا هنشرح ان شاء الله. ميت ترمج اه الاولاني عليها عشر درجات. وانا دلوقتي مش متأكد لغاية دلوقتي هيبقى الامتحان هيبقى في الا في الكلية ولا هيبقى هنعمل له اونلاين. وانا جاهز ان احنا نعمله اونلاين. احنا ما عنديش مشكلة. ان انت هتكون في البيت واني نعمل الامتحان اونلاين. اه وعطرت كل الناس هتفرق بتمتحك. هتفتكر ان الموضوع هيكون سهل. اوكي? مش بالضرور ان الاسئلة اللي انا ده لك دي. تلما امتحان اونلاين ومعك كل حاجة. اه 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 وبنبك وكل حاجة. بس اه مش هيبقى عندك الوقت ان انت تنقل. مش هيبقى الامتحان بالنص. اه انت بتنقل. اه مش هيبقى في فرصة انك تسأل زي ملك بالتليفون اعمليه او تعمله جمعية كده وتقعدوا مع بعض في نفس الوقت. في اي مكان. في القفية او في اي مكان تكتمع وتقولوا نحل مع بعض حل جماعي. مش هيحصل. مش هتعرف تعملها. اوكي? خط بالك من النقطة دي. سقول اكتب عليه خمسة. ده بيشمل حضورك. اه باخد لستة من الحضور بتاع النهاردة. بتاع كل محاضرة. اه اكتب انا هوريك بعد شوية ان في حاجة اسمها discussion boards. اه مناطق للنقاش. اه اللي بيها لما تعطي اتنقش كده وتسأل وزا وانت تجاوب وانت تسأل وزا مالك يجاوبوا عليك والكلام ده كله. يحصل تفاعل على الموقع الزائد. حضورك او اه دخولك على الكورس سايتس هيبقى عليه درجات. انا عني بطلع تقارير في نهاية التيرن. واعرف ان انت اه دخلت كم مرة فين وقضيت وقتها ديه. وكلام ده كله. بقدر ان انا ايه? اشوف نشاطك الفعلي. وليس ان انت فتح الموقع كده للنهار وبس. ماشي. اه المجموعة طبعا تلاتين. بالنسبة للساكن تيرم هيبقى مختلف شوية. اه على عشرة. اه في حاجة اسمها عليها عشرة. بديك مجموعة من القراءات وعليها اسئلة وانت بتجاوب عليها. عليها عشرة. اه السنة اللي فاتت تتلاغى. علشان كورونا وكلام ده كله. اه فوزعت الدرجة على حاجة تانية. طبعا المفروض انها ترجع تاني. يعني هنا هنا هيبقى عشرة معي كده. اه اه الميت تيرم هيرجع عشرة تاني. اله هيرجع خمسة. ماشي. اه وهنا هترجع ايه? هترجع خمسة تاني. ماشي? يعني هنا فيها يحصل تعديل. فامين اللي لا يحصل? يعني هتبقى عشرة. خمسة. عشرة. خمسة. اوكي? المجموعة كله تلاشين. اوكي? لو عندك عندك تروحة تانية في التوزيع دي انا ما عنديش مشكلة. اه بس ما نكونش مركزين على حاجة واحدة. ماشي نبديها لتقل كله. انت اجيب عمال سنة من ستين. لو جبت اه درجة كويسة من ستين وفي الغالب ده بيحصل. اه طلبة معظمها بتوصل للخمسين خمسة خمسين ستين. في بعض الناس بتوصل لكده. تبقى داخل ما طعم الامتحان. مية واربين. اه ده بالنسبة اللي ايه? بتوزيع الدرجات. اه لغاية هنا هل في اي استفسار? اه انتم شايفين طبعا لسه الشاشة برضو. اه بعض الدرجات. كل ده كان في في الكورس انفو. ماشي. اه الكورس اه هل في في الكورس انفو حاجة تانية? مفترض بيبقى في حاجة تانية بس مش عارف ليه مش موجودة. اه حاجة اسمها الكورس سبيسيفيكيشن. ليه متوصيف الكورس. ويه محتوى و انا مش عارف ليه مش موجود. مش عارف ليه مش موجود. زي ما عشان كده قلت لك مرتين تلات مرات كده في الاسبوع. هي اللي يمنع ان انت كل يوم كده تشوف هو اي جديد في الموقع. ماشي? على الهوم بيج بتعرف هو اي جديد في الموقع. انا نزلت ايه? ماشي? الكورس مش موجود كامل كده مرة واحدة. اه هو موجود دلوقتي بس بس هيدن. هيدن من نسبالك. مش هتشوف كل حاجة. مش كل اللي انت هتشوفه هنا على الشاشة. انت هتقدر تشوفه. يعني في حاجات بتبقى هيدن. كل اللي انا عرضتوا عليك دلوقتي انت شايفه. وهتشوفه. على الصفحة بتاعتك. اه كورس كونتينت. كورس كونتينت في اول حاجة هنا كده. اه بترى الاول يعني. وده الوحيد اللي ظاهره عندك. ولو عايز تأكد من الكلام ده هنا في اه اه حاجة اسمها الطالب شايف ايه? فهو بيدخلني على اله اه اقول له مسلا الكورس كونتينت. الطالب شايف ده بس. شايف شابتر وان بس. فانت لما تشوف معي حاجات تانية دلوقتي وانا بشرح او تشوفها في الفيديو وبعد كده. اه ما تقلعش. لا هي مش زهرة قدامك. مش تبقى زهرة قدامك. دلوقتي. فيش حاجة نقصة. ماشي? هتبقى موجودة في الوقت اللي انت هتحتاجها. اه علشان اه 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 اعرض او اشرح من وجهة نظرك انت. شابتر وان. شابتر وان اه هذا الشابتر بيقدم مقدمة ووفرديو عن الابريشنس منجمنت. طب بيه علاقة الابريشنس منجمنت بالكورس بتاعنا? البروداكشن منجمنت والابريشنس منجمنت يا جماعة حاجة واحدة. اسمين لحاجة واحدة. ده الاسم ده والاسم ده هم اللي كنماشيين. ماشي? اسمها او ادارة العمليات او ادارة الانتاج. الاتنين حاجة واحدة. ماشي? وفي مكان ما هواديك دلوقتي على الموقع على النت. موجود عندك على الصفحة برضو. اه يعرفك ان الاتنين حاجة واحدة. ماشي? وايه معنى معنى ايه? معنى كلمة. اه خد بالك انا بقرأ دلوقتي الملخص ده او المقدمة دي. لكن اه مش هو ده كل حاجة. ده احنا لسه هنخش هنا. ده ده اسم الليرنينج ميديو. لما تشوف كتاب كده يبقى جوه حاجات تانية. ماشي? مش هي دي بس. ما الصباح ده يظهر معنى انه في حاجات تانية جوه. امان يعني من ضمن الموضوعات اللي نعيشها الشابتر ده. اه او 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 production management. why it's important? what do operations management professionals do? ناسة متخصصة في الoperation management بيعملوا ايه? وظيفتهم ايه? طبيعة عملهم ايه? this chapter also provides an interesting description of the historical evolution of operations management. النظرة تاريخية كده عن تطور الoperation management and a discussion of the trends and issues that impact operations management. شرف كده التوجهات والموضوعات المتعلقة اللي بتأثر على ادارة الايه? ادارة العملية او ادارة الانتاج. تعنخذش هناك كده? عشان انت ايه? بتعرف ايه اللي جوه هنا? اللي جوه هنا سبع صفحات. دي page one of seven. ادي السبع صفحات. وايه انا احطتهم لك بطريقة ان انت ممكن تروح لأي صفحة في اي وقت. بس ده غلط. يعني انا عايزك تمشي بالتدريج. عايزك تمشي فيه. عشان كده هغيرها بعد شوية. يعني ما ما تروح انت للموقعك مش هتلاقي انهم كلهم متاحين كده. اه من اول مرة. يعني ان لو عايز اخش مسلا على كلمة سامري. دلوقتي اقدر اخش. لا انا مش عايز كده. انا عايزك تمشي بالتدريج. تمشي واحدة واحدة بالتسلسل ده. ماشي? فانا عندي ايه? اه امكاني ان انا نزبط الموضوع ده وهعمله لك ان شاء الله. اول حاجة دي حاجة اسمها. وفي كل شابتر هتلاقي كل الكلام ده. انا كل مرة هتلاقي العنوين دي موجودة. ليه الاهداف التعليمية. انت هتتعلم ايه من الشابتر ده. المفروض ان انت اكون عندك قدرة على ايه? في نهاية ما تخلص الشابتر ده. عشان بعد ما تخلصه تسأل نفسك وانا بقى عندي قدرة على كذا كذا كذا. اللي الدكتورك. او لا لا. ماشي? اه. بعد ما تخلص الشابتر هتبقى عندك القدرة على كذا وكذا 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 وكذا. طيب عايز الصفحة التانية. ممكن تنقلها من هين? تجيبها من هين? اللي هي reading assignment التاني واحدة. او تجيبها من هين? سي هين? ماشي كده? واخد بالك دي ممكن انت ايه? ممكن تلمها كده او تفتحها كده. يعني توسعها او اه او اه او اه او 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 ما تلاقيهاش ما ما تتخضش. يعني ايه? هي ممكن دي ايه? ممكن تلمها شوية. اه وهتبقى فاميليار انت بال بالموقع بعد شوية مش مش صعب. الصفحة التانية حاجة اسمها reading assignment. يعني assignment يعني واجب. اه حاجة انت مطالب ان انت تعملها. reading. تقرأ. المفترض ان تعمل الكلام ده قبل ما ايه? قبل ما نحضر المحاضرة. ده الصح. مش ان احنا بعد ما نحضر المحاضرة بنقرأ الشابتر. ده الشابتر اللي هو موجود في الكتاب. يقولك read chapter one before coming to class. اقرأ الشابتر قبل ما تيجي الكلاز. اه نيجي بعد كده قدي الشابتر. اه ده كتاب اللي احنا شغالين منه. الطبع الاثناشر. في كل شابتر بنشرحه. انا بديك نسخة من الشابتر بي دي اف. انا الكتاب كله موجود عندي. بس انا ايه? خصصلك جزء جزء. امش ايه? قدي ايه? قدي الكتاب طبعا الاتناشر. اه وليام اه ستيفنسون. اه اه وطبعة سنة الفين وخمستاشر. مش قديمة قوي. اه من الطبعات الحديثة. ولو في احد اسمنا طبعا احب اشتغل منها. طبع بيانات الكتاب وطبعة سنة الكتاب مش عارف ايه. مهم جدا اي مرجع ان انت تصوره سواء لمشروع لاي حاجة. عشان تعرف بيانات المرجع لابد ان انت تصور مش مش اول صفحة بس. يعني ما تيجي عشان تعرف تكتب كتاب ده كرفرنس عندك في المشروع او في ايه حاجة. مش كفاية الصفحة دي بس. الصفحة دي في موجود في ايه? مكتوب فيها عنوان الكتاب. مكتوب فيها الاسرة. مكتوب فيها الادشن نمبر كام? لكن هل مكتوب سنة كام? هل مكتوب فيها البابلشر? اه الاس بي ان نمبر بتاع الكتاب? كل كل ده مش مكتوب. ماشي? موجود كفين? موجود في الصفحات التالية. اه بص بيقول لك ايه? مطبوع فين? مش عارف ايه? ده بتاعه. كزا اهو. ده بداية الشابتر. بداية الشابتر. طبعا كل شابتر من الشابتر انت مش لازم تكون اونلاين كل مرة علشان عشان توفر الباقة بتاعتك بلاش تكون اونلاين وانت بتقلب الكلام ده تعمل ايه? فاول مرة تخش تعمل داونلاود للفايل. تعمل داونلاود للفايل من هنا. اوكي? اه ممكن تطبعه لو عايز تطبعه. بس انا فضل تعمل داونلاود وبعاكية تطبعه عندك من على الجهاز. ماشي? عايز تكبر شوية. الكلام ده قلناه في ال او ار. تفاكري. عايز تكبر وتقرأ من هنا مفيش مشكلة. ده الشابتر. اه الصفحة كاملة اهي. وابدأ اعلم فيها كده اهو. ده المفروض الشابتر الاوليني. ماشي? حاجة حاجة فخمة. في كل شابتر هتلاقوا في حاجة اسمها اه اه سوري. هتلاقي في حاجات اه مسائل. احنا كنا وصلنا انه في كل شابتر هتلاقي في اه مسائل محلولة. وانا انا هتعمد ان انا احو طلبت في اجزاء منفصلة. بايدا نشتبطع. زي ما هتشوف بعد شوقت. فده اول حاجة ده السورس. ده الشابتر الاولاني من الكتاب اللي المفترض هندرسه مع بعض. ومفترض ان حضرتك بتقرأ او حتى تقرأ العنوين او الملخص او الاهداف من الشابتر او تكون جاي جاهز. تبقى جاي مهيئ ان انت هو انا النهاردة هتعلم كزا. الشابتر اللي بعدها. شابتر دي المفترض انها تبقى موجودة اه قدامك وهنشرح منها. اه انا دايما خدوا بالكو عندي مفهوم وبالتالي لو في اي تطوير او في اي تحسين او اي اي اضافة. انت شايف هالكورس محتاجها او الموقع محتاجها يا ريت تبلغني. قول محتاجين كزا يساعدنا في كزا. هتلاقيني على طول دفته لك. اه انا لو شبت مسلا او شابتر او مش عارفين مكتوب بشكل وفيه شكل احسن منه بنزله لك على طول. ادي المفترض هنبدأ نشحل اسبوع الجاي. انا اترى ان ان انت برضو تكون بصص عليها قبل ما جيني. دي برضو متاح لحضرتك ان انت تعملها وتبقى عندك. ويفضل طبعا ان انت عندك على الجهاز بقى اتنظمه. ادي بتاع ادي الفولدر الاولاني بتاع الشابتر الاولاني وفي كل الملفات بتاعته. تبدأ تبقى منظم. ما يبقاش كل الملفات اللي انت بتنزلها وبعد كده توه. هو ايه فين? اه فخلي البداية منظمة. اه ادي اللي بعد كده فيه عندنا ايه? بيبقى فيه عندنا ملخص ده ملخص للشابتر. ماشي. اه ده النقاط الهامة في الموضوع. في صورة واحد اتنين ثلاثة اربعة. تمام كده? طيب. ممتاز. اه ده اللي بيها اه بيشرح لك. هو الدكتور لما يطلب منك حل المسألة. عايزها ازاي? تتحل ازاي? او هنا عايزك تقول ان هنا ايه? ده الحل النموذجي. لا اي مسألة بعد كده هتقابلك بعد كده في ايه? في الحل بيكتب ازاي خطوات? في صورة خطوات. واحد اتنين ثلاثة اربعة اربعة خطوات لغاية ما بتوصل لنتيجة النهائية. دكتور محمد عايزك بتحل بالشكل ده. ماشي? والدكتور بيبقى مبسوط قوي ومكيف لما انت تبقى ملتزم باللي هو بيقول عليه. ماشي? اعمل بالطريقة كزا خلاص اعمل بالطريقة كزا. تجود فيها جود. مفيش مشكلة. بس برضو خليك في القطار اللي احنا بنقول عليه. اوكي? ده بالنسبة لايه? بالنسبة لحاجة اسمها problem solving guide. اخر حاجة عندنا في الشابتر ده المفروض ان انت تكون عارفها برضو. اللي هي الاسايمنت. كل شابتر يبقى عليها اسايمنت. اوكي? اه كم درجة? عشر درجات. اه مطلوب امتى? طبعا مطلوب يوم تمانية وعشرين اكتوبر. الاربعة تمانية وعشرين اكتوبر. عارفين يعني امتى? يعني الاسبوع القادم. يوم الاربعة تمانية وعشرين اكتوبر. الساعة كام اخر معاد? الساعة اتناشر. وانتو عارفين. بعد الساعة اتناشر. واللي مدلت يومين الواجب هيبقى متاح بس انت لات. انت متأخر. الكتب قدامك كده كلمة لات. وليت معناها ايه? معناها ان انت تخسر درجتين. بالاضافة للدرجات الاخرى اللي ممكن تخسرها. عن عن كل حاجة غلط انت ملتزمتش بها. طب ايه الحاجات اللي المفروض انت التزم بيها? في الواجب? انا هديك التعليمات ايه? وهقول لك فين مكانها? ما تقلعش. واخبرك هقول لك هتنقص درجة. عن ان انت تعمل بالكام سكانر الواجب وما يطلعش واضح. او في ورقة من ضمن الورقة اللي انت مقدمه لي في الملف مقلوبة. او مش واضحة. او مش مش مخطوطة في ترتيبها. بمعنى. المسائل واحد تنين تلاتة اربعة خمسة. حاطرت للمسائل رقم خمسة وبعد كي مسائل اتنين وبعد كي هنا في لغباطة. بتنقص درجة. فاهمين الحاجات دي? اا اعتقد ان التعليمات دي قلتها لكم في الاو ار بس اللي مش عارفها واللي حتى اللي عارفها اذكركم بها. ااا بعد اليومين ما يخلصوا يعني يوم تلاتين يا جماعة. بعد الساعة اتناشرة مش هتشوفي الواجب تاني. مش تقدر تقدمو. اوكي? فمن فضلك التزم بالمعاجب. ما اسمح لك محاوليتين انك تقدم الواجب. الواجب ده الأولاني هيتقدم يعني كل شخص مسؤول عن نفسه هيقدم الواجب مش مجموعة مش جروب احنا لسه ما كوناش المجموعات من فضلكم واحد منكم يتطوع يقول لي ايه المجموعات ولو عايزين يلتزم بمجموعات أنا ما عنديش مشكلة عايزين أنزلها لكم زي ما هي وتطلبوا مني أن انتوا تعملوا بعض التعديلات ما عنديش مشكلة كبداية شوفوا انتوا عايزين ايه في النقطة دي عشان انا مش حابب أن انا احط مجموعة من الطلبة مش متفامة مع بعض او ايه واللي طبعا شغل المجموعة الواجبات تبتداء من الشابطة اللي بعد كده اللي هو شابطة هيكون تلاتة التالي هيكون مطلوب جروب يعني شخص واحد في المجموعة ممكن يقدمه بيقدمه عن المجموعة واسامي المجموعة بتبقى موجودة فيه وبياخدوا درجة كلكم بتاخدوا درجة نفس الدرجة بالنسبة للجروب ومهمة جدا مشاركة في الواجب محدش يقول أنا داخل مع مجموعة عمر مثلا وعمر من الناس اللي الشاطرة وبتقدم الواجبات فأنا ايه أنا كبرت الدماغي في الحتة دي من قال كده لما بيحلش واجبات مع نفسه وبنفسه ويتطم من ان الواجب اللي بيتقدم ده صح كل مسألة صح هو اللي بيخسر هو اللي بيخسر وهو مش هيكون معاك في الفاينل هيحلل لك الوجب بالوقت وهتاخد عشر درجات انت ما تستحققاش لكن مش هتقدر تحصل حاجة من المئة واربعين الفاينل اللي هم اهم ماش فيه فمن فضلك مجموعة معناها تتعاون معناها ايه تتشارك في الحل وتوزعوا الحلول بمعنى المسألة الشيط ده مسلا عشر مسائل كل واحد مسألة المسألتين والمجموعة في الغالب هتكون تمانية او تلاتة او كده اه تلات مسائل لكل واحد اللي بيها بعد كده نقعد مع بعض اه انا حلت مسألة كذا كذا وكذا وكذا اه ونتبادل بقى الاجابات اللي بيها نطلع تقريب شكله حل يتقدم اللي هتاخد عليه الضربة المجموعة ولازم كل واحد في المجموعة يكون عارف كل سؤال تحل ازاي مش ان انا كنت مسؤول مسؤوليتي السؤال لوكم كذا وكذا وكذا ومليش دعوا بالبقائين مين اللي قال كده هنا بيقول لك solve all questions and problems ادي الشي طبعا وانت عارف الكلام ده اهو مخصوص في صورة بي دي اف من فضلك الاجابة تكون ترجع لي في صورة بي دي اف اوكي ويتعامل بالكامل سكانر حاجة واضحة مايتباقك ليش ايميج ممكن باعت بي دي اف زي ما قلت لكم بكده وانتوا عارفين التعليمات دي كلها وهكررها عليكم تاني ممكن في صورة اعلان او ارهلكم بعد شوية اه خلاص انا هشوف الشيط الشيط اهو قام صفحة وصفحة واحدة مجموعة من الاسئلة النظري والايه discussion and review questions اه ويه هل في مسائل ما فيش مسائل في الشيط الاولين علي المادة النظري لان المادة مش نظري المادة ميكس ما بين ممكن تقول عشرة في المية نظري وتسعين في المية مسائل اوكي اه نهتم بالنظري طبعا اقول انت هتفهم الموضوع ازاي النولي بجي هتوصل لك ازاي من من خلال المسائل وخطوات حل وكلام ده كان فيه استفسار هنا لحظة انا هشوف اللي رفع ايديو ديب بعد شوية بس اللي تشات كان فيه حاجة مكتوبة ان في المجموعات تكون بمجموعات مشروع التخرج دكتور مش ضرورة بس مشروع التخرج ممكن يكونوا تلاتة ممكن يكونوا اربعة لا انا عايز اه تمانية هو ماكسيما ام تمانية ممكن يكونوا اثنين بس ممكن يكونوا تلاتة بس اه ممكن ممكن يكونوا مشروع التخرج بس ممكن مفيش مانع مفيش مشكلة او انت بتقدم لي المجموعة انا ما تقوليش ان دول دول مجموعة المشروع دي المجموعة بتاعتدارة الانتاج اه طيب هشوف اه لو حد عنده اللي رفع ايده عمر لسه عندك استفسار ولا انا كده اجاوبت اه مريم عندك استفسار اه لا تمام يا دكتور احنا انا كنت اقول نفس نقطة احنا نبقى نفسك جروب المشروع احسن ما عنديش مشكلة تمام يا مرسيدو بس انا لازم اعرف المعلومه دي من نكون يعني انا هارفجع تاني للشيرنج واه اعتقد الشيرنج دلوقتي موجود اه لازم تقولولي قادي المجموعة بتاعتنا اللي هنخش بيها اه ادارة انتاج مش مش عشان انا بطلقه على الموقع يعني لغادي لوقتي المجموعات قامت محطوط انا حاجز اماكن لالشير مجموعة لكن لسه هضف لها اه هضف لها اه اه اسميه عشان بعد كده تقدموا ايه باسم المجموعة دي. لان الوجب اللي جاي اللي هو شبطر ثلاثة سورة يعني بعد اللي جاي هيكون بتقدم باسم المجموعة. عايزة انا بيهكل حاجة برضو مهمة جدا. هل كلنا هناخد نفس الدرجة بتاعة المجموعة? لا مش بالضرورة. ليه? لان مطلوب من كل واحد في المجموعة. اه انا مسلا انا مشترك مع عمر في مجموعة. فانا حليت المسألة رقم اتنين وخمسة. باجي على المسألة رقم اتنين. والمسألة رقم خمسة اكتب فيهم عليهم اسمي. وعمر هيحل مسألة ثلاثة واربعة. عمر هيكتب اسمه على المسألة ثلاثة واربعة. وانا هشوفها. يعني مش كفاءة الكوفر بيتج عليه اساميك وكلكم. ويديع مجهود حد فيكو. آآ لا برضو انا عايزة عارف مين عمل ايه. معايا. آآ واحد اتحلي مسألة واحدة بس. مفيش داعي ان احنا نجام له ونقول له طب اكتب انت اسمك على المسألة دي. طب اي رأيكم بقى لو انا مرة سألته والمسألة دي اتحلت ازاي ومعرفش يجاوب. فانا التزم بالموضوع ده يا جماعة. خلاص قري الشيط. طب انا قرأت الشيط اهو. وحليته زي ما انتم عارفين. وعملته بالكم سكانر. وعايز ارفعه. انا بفكر بس الناس. لان انا المفروض عارفة. باجي هنا كده. المفروض بقى ملف عندي على الجهاز. فبقول له براوز ماي كمبيوتر. واروح اختار الملف اللي هو بيمثل حل الشيط. وليكن هو ده. ماش كده? واقول له اهو جابه. مش كده. وبعد كده ناقص ايه? ناقص. لو انا غلطت وخطيت ملف غلط. اممكن اقول له ده انت اقتاش واروح اجيب واحد تاني. آآ لو عايز اكتب اي كومنت على الشيط. عن الشيط نفسه. باكتب اي كومنت هنا اكتب اللي في نفسك. هاد كومنت. ده اوبشن. يعني عشان تعبر عن ذاتك. انا جاهز ان انا ابعت بقول له سبميت. وبيظهر لي فوق هنا شريط. آآ لونه. آآ آآ زي موف كده. بيبين لك ان هو الواجب الاسائمينت سبميتد خلاص. ما فيش داعي ان انت سبميت 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 انه تبعته اكتر من مرة. في كل مرة تبعته اخد بالك الواجب بيتحسب عليك انه محاولة. التنبت. وانت مسموح لك تبعت. بالنسبة الواجب ده. انا مدي فرصة محاوليتين بس. تبعت يعني محاوليتين بس. وطرى الدكتور هيصحح انا محاولة فيهم. اخر محاولة. اخر محاولة انت بتقدمها. انا بقى بصحح. وبانسل محاولات الاولانية بمعنى. هو تقول ان انا هبعت في اول مرة لو مسلا شريط من اربع مسائل. هبعت في المحاولة الاولى حل السؤال الاولاني والتاني. والمحاولة التانية هبعت في سؤال التالة والاربع. عارف انا اصحح ايه? اصحح التانية. ان انت حلت تلاتة واربعة بس. فانت لو هتبعت محاولة تانية. وهتضيف على على المحاولة الاولى حاجة. تبعت تبعت تبعتها كاملة. يعني تبعت واحد واثنين وثلاثة واربعة في المحاولة التانية. مع شيء لان انا واحد واثنين مش هشوفها. هي تكون موجودة معي. بس انا مش هبص عليه. انا مش فاضي ان انا بص على انت حالة الشيط مرتين بشكلين مختلفين. او حتى لو عايز اتغايف الشكل او اغلط في حاجة. ولسه عندك وقت. ولسه عندك وقت. او استعجلت وبعت. مش معنا كده ان انت تتأخر في انك تبعت. لاخر اللحزة. وتقول ده انا لسه عندي لغاية ساعة اثناشر. هتبعته الساعة حداشر. وفي الوقت ده النور يقطع عليك. او ان انت يفصل عليه هيك. هتبع مشكلة ساعتها. وبعد كده تتصل بي وانا بابعت واسنين ما انا بابعت ما ما وصلكش ووصلك. والكلام ده يبعته في وقت مناسب. انا خلاص بعمل صمت. مش جاهز ان انا ابعت. بقول له سيف درافت. والمحاولة لسه ما تحسبتش عليك. او اقول له cancel. اه انا شايف هنا كده في اه في الاتشايت في سؤال لحظة. اه دكتور الشيط معاده الاسبوع الجاير. ايه صح. احنا لسه ما اخدناش الشابطر فكده معاد معاده يتغيره ولا ايه اللي هيتم? طبعا اه خناخدها لوجيك. منطق. الشابطر ما اخدتهوش. وانا طالب منك اه شيط في معاد معين. تأكد ان انا هغير المعاد. فما تقلعش من الحتة دي خالص. مش منطق ان انت هتحل الشيط وانا لسه ما ما شرعتش. وفا. لكن كويس ان انت تنبهني. لو انا لو انا اصريت لاخر لحظة ان لسه الشيط عليك. لا او انا مغيرتش المعاد. فانت عشان كده محتاج ان انت من وقت لتاني تعمل ايه تراجع. او كان معاده كذا هيبقى معاده كذا. طبعا عارف المعاد الجديد. ماشي? في الغالب هيبدي اسبوعه كمان. عشان الشابطر لسه ما انتخدش. اوكي يا شباب. خلاص شفنا موضوع الواجب تقدمه ازاي? وكلام ده كله. اه موضوع مش صعب. وهنا كمان بالنسبة للواجب. ما تنسوش ان انت مش بالضرورة تقدم اه تقدمه في صورة ملف. انت ممكن تكتب الواجب هنا تكتب الحل لو عايز. ماشي? اه خش هنا كده واكتب. كان ده او او اديتور. عامل زي الورد بالزبط وقوي جدا. ما فيهوش اه حاجة نقصة. عايز تكتب معادلات. عايز تحط فيديو. عايز تحط اه صور. عايز تحط تنسق. تعمل فورماتنج. كل ده متاح هنا في ال اه وده مش اه مش لميتد بمساحة معينة. تكمل. تقعد تكتب زي ما انت عايز. مش مش هي المساحة دي بس. عايزة تملأ بها الشاشة موجودة اهي. ما تهلقش. عايز ترجع تاني. اه كل الكلام ده اه متاح. مش هي عايز تلمها كده. ما فيش مشكلة. وبعد كده بعد من خلص اقول اه صميت. مش هي? وتتحسب عليك محاولة. سيف درافت. وتبقى لسه متخزين عندك. ولسه كانك ما بعدتش. يعني كتبت كتبت جواب ولسه ما حطتوش في ايه? في صندوق البوسطر. فتقدر تفتحه وتزود عليه. واخير بالك. هنا انا لسه ما ما قررتش ان انا بعد دلوقتي. او مش مش ما حددتش حاجة لسه. اوكي? هبعت هاخر بره البرفيو ده خالص اللي هو الخاص بك انت. ده ده المفترض في اي كورس كونتينت بعد كده. اه نخش بعد كده بعد الكورس كونتينت اللي هو فيه هيبقى فيه المحتوى للكورسات. اه وعا تفتكر من الفوركاستنج دي او الشابتر ده متاح عندك بلوقتي. لا اه. انت مش شايفه. زي ما وتقعدش نفسي تسأل نفسي اخدنا كزا لا ما اخدناهش او مش هارفيه. وتقعد تنزل كل ده. وانا مع الوقت ممكن اكون هعدل حاجة. مش انا هعدلها طبعا في وقت مناسب بحيث ان انت ما تنزلش حاجة مرتين. هادي الكورس كونتينت. ايه تاني? مهم جدا برضو. كورس ريسورسز. برا للكورس كونتينت حاجة اسمها كورس ريسورسز. مصادر اخرى لعملية التعلم. مصدر التعليم بتاعنا يا جماعة في الكورس. مش الكتاب بس. لا اما الايه كمان? كمان النت. لو في مواقع على النت انا بشوفها تفيدك في الشابتر ده. انا بطفها لك. سواء ملفات اكسيل. تيمبلت في الاكسيل. اه برامج. في الموضوع ده او في في المادة كلها. هتفيدك. انا باعرضها عليك. مش كل طبعا ده باعرضه ايه? متاح لك دلوقتي. اللي متاح دلوقتي هو شابتر وان. هل ده هو نفسه الكورس كونتينت? لا. ده حاجة تانية خالص. يا حاجة زيادة. زيادات طب ما. طب ليه بتتعبنا يا دكتور? طب ما تخلينا في الكورس كونتينت بس. ده اللي عايز يتعلم صح. اللي عايز يتعلم بوسائل مختلفة. لو الكورس كونتينت فيه تكست بس. وانت مش عاجبك الموضوع ده. وعايز فيديوهات. وعايز حاجات تسهل لك الموضوع ومصادر اخرى. هتلاقيها هنا اهلا وسلام بك في الكورس. اه انت مضطار انا هتخش هنا لأ. ببحتك انت حر. انت اللي هتخسر. ماشي. لان كل واحد داخل الكورس وكل واحد داخل الكلية. ليه هدف معين. انا عايز على قدي دي بس. انا مش عايز اطلع الاول يا عم انا عديني بس من المخروبة دي ساعت نقولها. ونقصر زير. والحمد لله اخر يوم في الخامس سنين. الحمد لله خلصت. كأنك كنت داخل معتاقل. الكلام ده بشوفه على الفيسبوك من اصدقاء الطلبة الفرحانين طبعا ان هم خلصوا الكلية بس. بقى يعني 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 مش هنيجي هنا المكان ده تاني. لا ده اكيد مكان ليه زكريات جميلة معاك. لو انت بتحقق نجحات في مكان. اكيد حاجات فيه تبقى زكريات حلوة. لكن لو انت فاشل هتبقى طبعا مش انتم. بخش على اللينك ده. لان ده فولدر. الاقي فيه حاجتين. ده لما نلاقي حاجة زي كده يبقى ده لينك لموقع على آآ ويب سايت. ويب سايت لينك. ماش كده? آآ بيدي مقدمة عن البروداكشن مناجمنت. اخش فيه. ماشي. يفتح لي في صفحة جديدة. بيشرح لي يعنيه برووداكشن ماناجمنت. نقفل اي اعلانات. لو في بيزر لك اي اعلانات. اتذر للعلانات تانية بعد شوية. لان الموقع بيعتمد على الدونيشن. وفي او برووداكشن مناجمنت. دي مقالة عن البروداكشن مناجمنت. بيقول لك مانا اقتنعت بكلامي ان البروداكشن مناجمنت هي نفسها الابرشن مناجمنت. وهنا بيوضح لك ايه ايه معناها. ماشي. ده ايه. توضيح اكتر عارتها او ما عارتهاش انت حوار ماشي اقفل دي خالص كده وارجع تاني ايه ده ده عبارة عن فيديو لمقدمة للأوبريشنس مناجمنت في صورة اسئلة واجوابة هتساعدني هتفيدني اه انا شايف انها هتفيدك ماشي خش فيها كده ولو ما فيدتكش هي مش مدتها حوالي تلت ساعة اي ارى كده او شوف اسمع كده تفرج عليها هل انتم شايفين الفيديو دلاتي معي ولا شايفة هل الفيديو باين قدامكو على الشاشة واضح لوقت واضح تمام اهو ليه اسئلة من بعض الامتحانات في الدكتورة دي او الاستاذة دي بتدي نفس الكورس في جامعة تانية وقاليته بسلوب كويس انا حبيت ان انت تستفاد منه مش عايز تستفاد مش عايز نتفرج ندخل يعني دي حاجات زيادات هتتعمل ان ماشي نرجع تانية عشان هي بتأكد بس ان كل شيء اه طبعا ده بالنسبة ليه ده للفيديو المعروض هنا في جزئ جزئ شابتر وان بس لو انا في حاجات تانية مع الوقت هتلاقي ندفتها لك في المكان ده بس ايه خاصة بشابتر وان اللي هي تتكلم عن المقدمة طب انا عايز ارجع تاني ممكن ارجع من هنا او من هنا ماش كده اه في حاجة تانية هنا قلناها كلها قلناها كلها قلنا دي نرجع تاني فيه تاني فيه دي برضو متاحة لك ده برضو موقع في فيديوهات اه على اليوتيوب اه الابرشانس مانجمنت الكورس بتاعنا برضو اه فيه كل الحاجات اللي هندرسها واللي مش هندرسها ماشي طب انا عارف منين اللي هندرسها هتعرفها مع الوقت كل دي دي متسجلة فيديو لنفس الموضوعات اللي احنا ايه وممكن تكون حاجات زيادات مش بالضرر ان انت انا مش بقول لك خش اتفرج على كل الفيديوهات دي اتفرج على الحاجة وقت ما تحتاجها يعني ادي مقدمة للأوبريشانس مانجمنت متخش عليها ما هو ده راجل هندي هو تقريبا ده الشابتر بتاعنا ماشي كده لا ده نفس المحتوي بتاع الكورس بتاعنا ماشي كده في الشابتر الاولاني ايه اللي يمنع انا فيه حاجة ما فيمتعش مع دكتور محمد مش غلط اروح اتفرج على مصدر تاني ماشي كده يمكن هنا فيه حاجة متوضحة اكتر بقفل كده واداني اليوتيوب بقفلها كده واده اللينك اللي انا بقول لكم عني ففهمتوا يعني كورس ريسورسز اقل بتاني ممكن يكون فيه حاجات تساعدني دلوقتي دي موضوعات تانية لسه ندرسها مع الوقت وطبعا هي مش متاحة لينج دلوقتي الموقع الخاص بالكتاب اللي هو جاي مع الكتاب مشوف كده بتقدر تعمل تقدر تعمل عليه تقدر تنازل عليه يعني فيه حاجات مفيدة بيديك اكسس طوريتش تولس لهذا التكست او لهذا الكتاب اللي احنا شغلين منه ده اسم الكتاب او عنوان الكتاب اللي احنا كامس كانر لسه مش عارف يستخدم كامس كانر ازاي يشوف من هنا ولو فيه اي حاجة اي اسئلة انتم طرحتوها خلال اللقاء انا ممكن برضو اردلكو عليها لينها بتثبت عندنا هنا في الاكتبس اردلكو عليها في على الموقع بتاع تيمس كامس كانر خش هنا كده ولو اللي مدخلتش في الاو ار هيلاقي الكامس كانر هنا ده الموقع بتاعه ازاي تنزله ازاي هنا اه شرح تستخدمه ازاي استخدام جيد مش اي واحد بيمسك كاميرا بيعرف يصور مش اي واحد بيمسك موبايل بيعرف يستعمله خدوا بالكم الموضوع ده فمحتاجين نتعلمه نتعلمه صح مش اي صورة تنفى اننا ابعتها للدكتور الدكتور ده اعتبر انه هو المانيجر بتاعك في الشغل بعد كده مش اي حاجة تبعاتها له مش كده ونبتقول انه هو هيتقبلها او هي واضحة واضحة وخلاص لا ابزي المجهود انك تعمل حاجة بيرفكت ده مبدأ في الجودة نعمل حاجة صح نعمل حاجة صح من اول مرة وكل مرة ده بالنسبة لإيه لو انت عايز تتعلمه فهمت فهمت دلوقتي كورس المحصول بها ايه مش بالضرور حاجة لها علاقة بالكورس مباشرة ده ميت تيرم انا كنت عامله في سنة من السنوات وهو مش متاح لدلوقتي والاجابات بتاعته سكن ميت تيرم حاجات زي كده فهمت الموضوع ده 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 مفيد بالنسبة لك ده ده التوتوريال بتاعه وده نفسه ماشي هتحتاجه علشان هتستخدمه في في خمس درجات متخصصة ان تحل بعض المسائل الشيت مثلا عندنا ثلاث موضوعات حل مسألة من كل شيت او ثلاث مسألة من كل موضوع بالسوفتوير هو ده المطلوب عليه خمس درجات هو هتقول بقى طبعنا خلي احمد يحلهم واخد نسخة منهم قبي ما هيبقى ملف هاخد نسخة منهم وخلاص كده يبقى انا اخد الخمس درجات من غير ما عمل اي حاجة ماشي بلاش الحركات دي استفدي انت اتعلم انت ماشي مش هو بس اللي يتعلم انت تاخد خمس درجات بدون بدون واجه حق عايزين نعرف الحق يا جماعة ده توريال موقع برضو الاتنين دول المكانين دول الموقع انك تنازل منه وفي نفس الوقت تيطوريال وفي فيديوهات على فكرة هتساعدك انك تفهم البرنامج شغالي ازاي موضوع سهل جدا يعني بخصوصا انه هو ايه فور ويندوز اا يعني دي مش هنحتاجة دلوقتي هنتكلم عليها في وقتها و هتحلها ازاي وده الفيديو بتاعها اوكي يا شباب شاريح لك تعمل ايه بس في وقته مش مش متاحة ليه دلوقتي اا طبعا اا في حاجة اسمها discussion board انا اقول لكم فيه وسائل كتيرة تتواصل بها معايا من ضمن الوسائل تتواصل بها معايا اول حاجة هي discussion board discussion board دي معمولة بحيث ان انت عندك سؤال في الشابتر اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اا تطرحه بس انت الموضوع ان انت هنت عندك سؤال وتطرحه او مسألة مش عارفها تقول انا مش عارف كزا وخلاص لا انت من مطلوب يجاوب اللي اعرف يجاوب يجاوب او يساعد بالاجابة ماشي لعنده فكرة عن الحل ماشي يجاوب ده كل الحاجات دي هتاخد عليها ايه المشاركة مش ان انت تطرح السيلة بس مشاركة ان انت تسأل وتجاوب وتناقش وتقترح وكل الكلام ده ده متاح فعلا اا منتدى للنقاش حول مسائل المقارع مالدول مش متاحين لا مش متاحين دلوقت ماشي ممكن نخليه المتاحين في وقت ملور منتدى للنقاش حول مسائل المقارع ماشي يبقى دي اول وسيلة وهرجع تاني عشان اواردك حاجة تانية دي اول وسيلة من لديه سؤال او مسالة في المقارع عليه طرحها هنا وسأجيب انا او المعيد عليها او شافها انا او هو ان شاء الله في نفس المكان مش بالضرورة ان انا او المعيد من الجاوب بس لا ممكن لو حد منكم عارف الاجابة الجاوب ماشي يكتهد ويجاوب بنخش هنا كده هنا بيبقى لك دي اللي موجودة اللي ما تقريتش قديه اللي تقريت قديه وكان ليها رد ماشي وعدد المشاركات قدية منتدى للنقاش هخش هنا كده المنتدى دي فيه كذا موضوع ومش كل المواضيع متاحة يعني المتاح لك دلوقتي هو ده ده البابلش ده هيدن منك انت مش شايفه دلوقتي ده هيدن لكن ده البابلش ده هو ايه شابتر وان ديسكشن ماشي لو دخلت من اللي عمله انا اه لو دخلت هنا كده بقولك فيه اطرح سؤالك اطرح سؤالك سؤال عن ايه عن شابتر وان انت عندك سؤال شابتر وان ايوة عندي سؤال خش على ريبلاي انت هو هتلاقي كلمة ريبلاي رد ماشي ابدأ ايه ابدأ اكتب الرد اكتب سؤالك ماشي كده لو في ملف انت عايز ترفقه بسؤالك اه هعمل سببورتي لسؤالك هاتوا من على جهازك ويه كأنه ماشي كده وقوله صبمت يبقى كده الرد ايه الرد وصل يعني مثلا لو انا عايز ارد هنا مثلا اهو ادي الرد بتاعي اي حاجة اي حاجة وقوله صبمت ادي الرد اهو بعرف مين اللي الرد ورد امتى وابدأ اي انا ايه ابدأ ارد عليه وهكذا ماشي كده اه طبعا همسح دي دلوقتي علشان ايه طبعا ما افتكر من انتم عندكش ممكن انك تمسح حاجة ماشي الحاجة اللي كتبت اه ممكن تكون تمسح اللي انت كتبته لكن تمسح شغل زميلك ما افتكرش اه فهمنا موضوع دي هتبقى برضو ما انفس كويس اللي عنده سؤال بس في وقته يا جماعة وخدوا بالكو هيبقى فيه اه او منتدى للنقاش لكل لكل شابتة فما تلعبطش الدنيا ما تخشش على الديسكشن بتاع شابتة 11 وثالني فيه سؤال في شابتة 1 خليك منظم مش كده انا في الحالة دي مش هجاوب عليه مش ايه انا هشوفه ومش هجاوب عليه عشان انت مش منظم طيب نكمل احنا اقول مستقيمة اعضا اه الديسكشن برضو خلاص ايه وسيلة الاتصال التانية ان انت ممكن تبعاتلي تبعاتلي ايميل ممكن تبعاتلي اه رسالة وعرفنا ايه الفرن بين الايميل والرسالة ايميل بيبعاتلي على ايم بوكس بتاع الايميل اكاونت بتاعي لو انا جوجل او الجامعة او مش عارف ايه بيوصلني هناك لكن الرسالة بتوصل داخل ايه داخل المقررة وبتشوفها اه داخل الكورس اه يوسف فول تولز تعال انا نخش في كده اه كل دي ادوات متاحة عندك مش عايزك تتلقى اغبط مش كله هتستخدمه مش كله هتحتاجه بس اه انا ممكن اشيل منها بعض الحاجات انا عايز تبعات ميل لي مش لازم بقى تروح لجوجل والايميل اكاونت بتاع الجامعة ومش عارفه اه انا ممكن اعمل هايد لللينك لو في حاجات كتيرة لغبطك و وانت ممكن ما تكونش محتاجها ممكن اشيل هلك بس اداة اداة لو انت جربتها ايه المشكلة سند ايميل ماشي عايز تبعات ايميل عايز عايز جدا اه عايز تبعات لمن لكل اليوزر ولا مجموعات معينة ولا مش اه عايز تبعات لكل طلبة انا مش هتستخدم تختار حد معين تبعات له عايز تبعات لل اه الانستراركتور بس كل ده متاح عندك انك تختار مثلا عايز تبعات للدكتور محمد مش كده اه الايميل بتاع الدكتور محمد او اوكي بتبدأ تكتب العنوان الموضوع ايه الرسالة ازاي كأنك ايميل عايز عايز تبعات لي ملف كمان مرثق بالتاع الرسالة بتاعتك صميت صعبة كده تقدر تبعات الايميل ايه تاني من ضمن الادوات المفيدة ارجع الادوات المفيدة اه ميسج كورس ميسج اه تبعات الرسالة وزي ما قلت لكم الفرق ادي الايمبوكس موجود هنا واللي انت ابعته هنا عايز تبعات رسالة ايه كبيرت رسالة هتبعاتها المين اختار اسم الشخص اللي انت هتبعات له دي اسم الناس كلها هتبعات له رسالة مش كده ممكن تختار مجموعة و يعني مسلا عايز عايز ده وده اهو ده وده التالتة دول اجيبهم من نحياتي دول هبعات لهم رسالة او عايزهم كلهم واكتب الموضوع بتاعك وايه اقول له سميت الموضوع سهل ماشي انا عايز ابعين لك لو جات لك حاجة اجيلك هنا تخش على الايمبوكس بتاعك وتشوف ايه الرسالة اللي جاية لك زي مسلا نادا سامير بعتالي مش عارفينه من السنة اللي فتت الكلام ده ماشي اه تبعت رسال وجاوبك عليها وارد عليك فعندك اكتر من وسيلة ان انا التواصل بها معاك ما تقولش ده عن بعد بقى ما بنشوفش الدكتور مش عارفين نوصله مش ما تأخرش حاجة لو عندك اشي وموضوع معين شغلك اه بخصوص المادة من فضلك تواصل معاك باي وسيلة ماشي ما تأجلش حاجة انا كنت وانا طالب عشان اطلع الاول على الدفع ما فيش اسبوع يعدي الا اكون مخلص محاضرات الاسبوع وما جيبش محاضرة على محاضرة محاضرة مع محاضرة بعد كده ابدأ ايه المادة سهلة وصعبة لو انت طرفت الامور ان شباتر كثير عندنا جدا ممكن نوصل لتمن شباتر وكل شابتر بنضيفه محاضرتين ثلاثة وكل شابتر فيه اه طريقتين تلات اربعة طرق ممكن نشرح بيها كيفية مسائل مختلفة بيش بالضبع انه نوع واحد من المسائل كل شابتر فتنبه لنقطة دي من البداية اه ماي جريدز انتم عارفين المكان ده بتشوفوا الضرارات بتاعتك فيه ماي جروب لما تكون جوه مجموعة رقم المجموعة بتاعتك هتبان هنا ومن خلالها تعرف ايه الواجبات المطلوبة في المجموعة وايه الدوات المتاحة جوه المجموعة تستخدمها الى اخيرة كورس دي هنشوفها في الاخر منعمل تقييم للكورس واعتقد انتم ممكن تكون استخدمتها قبل كده هلب هلب في الكورس أنا في حاجات مش فاهمة حتى فيه شايفين علامة الاستفهام دي صبورت لو انت عايش صبورت فأي حاجة انت بتعملها ومش عارف تعملها ازاي ما تنزعجش وقش وقول له انا عايز مساعدة جزء تحت الكورس تعرف خاص بي انا او موديريتور بالكورس انا خلصت كل اللي عندي النهاردة باقي تمن دقيق اللي عنده اي استفسار العدد اللي حضر لغاية دلوقتي واحد وستين طالب كشف الحضور وما تنسوش ان في في مكان بسجل الاتندنس الاتندنس بتاعك هيبقى موعلن يعني كشف الغياب والحضور هتبقى عارف انت انت غياب مس اي محاضرة من المحاضرات تحبوا محاضرة مادة ادارة تكون ايه حلو انت تكتب العمية كده الناس تفهم بصورة اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب اه تلاتة ساعة حضراشر ونص اونلاين ولا الاربع ساعة عشر اونلاين ان المحاضرة خلاص معادة كزا وهتلاقي التعليق بس احنا المعادل اللي بعدها لسه واحدة ونص بنستأذن حضرتك لو بس بقى في سماحية عشان وقت ده وقت الظهر وقت صلاة الظهر بعد الظهر ونباشرة دي بس انتناشر الاربع اتناشر يعني يبقى بس بعد الظهر ونباشرة مش حضراشر ونص دي بس ده تعليق بسيط غير كده ده يعني خمسين واحد او لان احنا معنا الحاد واحدة ونص فاضي اه ممكن نقول من اتناشر ماشي مفيش مشكلة بس علشان الدور او احنا معنا الحاد واحدة ونص هتبدأ سيكشن او محاضرة تانية على دكتور جمال بدوي مش عارت لسه حتى هو الدكتور هيعملها اونلاين ولا لا لان الدكتور نزل له معاك في الكلية اصلا اوفلاين فامش عارف هيستغلها اونلاين ولا لا بس احنا بالرسمي في الجدول معنا الحاد واحدة ونص طيب المحاضرة الجاية تبقى الساعة كم نبتدي لو حضرتك منسب ومحاضرتك يوم الثلاثة مع حركة لسه مبلغ تناش هيبقى الثلاثة الثلاثة انا موافق انا موافق ممكن يبقى الساعة 12 الساعة 12 بس انا عكتب برد اه طيب اللي عنده استفسار تانية يا شباب السلام عليكم والله بركاته الساعة الحمد لله تمام بعدين لحضرت بس يوم مش مشكلة طبعا يوم الثلاثة الساعة 12 بس انا عميبا عند الصروف خاصة ممكن انا دخل خلوصة ساعة المحاضرة طب ينفع كده خمسين واحد ما عيد تفصيل لكل واحد يعني او المعادل اللي ينسي كل الناس كلها بس انا بلغت حضرتك بالقزامي وبرده عندش مشكلة قبلها فعلا يا دكتور ممكن ابعت لحضرتك الجدول عندنا محاضرات من تمام الجدول معي الجدول معي اليوم كله مقفول اللي هو ده الجاب اللي بينهم اصلا يعني ده اصلا مفروض حتى هيبقى وقت راحة او كذا بس احنا نستغله في سبيل الاربع يعني مفروض لو واحد هيحضر هيبقى عاد اصحف خلاص خلاص يا عمد على خاصل الموضوع بص يا احمد المحاضرة ان شاء الله الساعة اتناشر ويوم التلات وانت زبط ظروفك مفيش حاجة اسمها ان انا ديك اذن ان انت تتأخر نصف ساعة ده هيأصعب عليك انت مش هيأصعب علينا يعني انت كده بتخسر كتير مش موضوع حضور او الدكتور سمح لك ومش مشكلة تعالى في اي وقت ولو مش عايز تحضر خلص ما تحضرش انت اللي بتنضرر في الاخر ماشي يا احمد التزم بالحضور مفيش مشكلة انت حضر هاي تفسار تانية شباب قبل ما نقفل طيب الفيديو هيبقى متاح بعديها على طول اوتوماتيك بدون اي تدخل مني لكن انا بعديها باخد الفيديو ده وعمله اديتينج وارفعه بشكل بشكل مختلف برفعه فين في نفس الصفحة اللي فيها المخضنية بتاعة الكورس يعني هتعرف مكانه ما تقلعش وابعت لك اللينك بتاعه هنا على الميتنج اوكي يا شباب نتابل على خير يوم التلاتة اللي جاي الساعة 12 وبتوقع منكم تتواصلوا معي خلال الاسبوع لو في اي حاجة عايزين تقولوها او تتكلموا فيها او معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته